بحثت وزارة الزراعة مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد مشروعات التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة واصطنباط أصناف من المحاصيل أكثر تحملاً الظروف البيئية غير المواتية وخلال اجتماع لوزير الزراعة سيد القصير مع مسؤولي المركز أكد الوزير أن تنظيم قمة المناخ في شرم الشيخ يؤكد تقدير العالم لدور مصر على الساحة الدولية وأن وزارة الزراعة ستكون إحدى الجهات الرئيسية التي ستشارك في القمة لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر وأفريقيا بسبب التغيرات المناخية